موسيقى السلام عليكم شباب وياكم مرتضى جليحاوي طبعا من أفضل الشركات هي شركة ميزو أو مايزو هاي شركة تقدم لك أغلب أجهزتها مواصفات قوية وبسعر مناسب آخر التسريبات تقول أن الشركة ستقدم لها جهاز ميزو أو مايزو 17 هذا الجهاز يعتبر من الأجهزة الفلاكشب القوية اللي يحتوي على مواصفات قوية وحتى السعر اللي طرحتها بالتسريبات وأنا أتصور هاي التسريبات من الشركة أنه سعر جدا مناسب وكذلك منافس بالنسبة للبقية الموجودين على الساحة هذا الجهاز سوف يأتي بشاشة مقاس 6.5 فولة أجد بلاس من نوع السوبر أموليد والبصمة راح تكون بالشاشة هذا الجهاز راح يحتوي على معالج سناب دراغون 865 ذاكرة العشوية 8 قيقة مع الـ 12 قيقة مع ذاكرة تخزين 128 والـ 256 طبعا هذا الجهاز يحتوي على معدل تحديث 90 هرتز داخل الشاشة يعني هذا الجهاز تقدر تقول بالمواصفات التنافسية الموجودة بسنة 2020 ببطارية 4500 ميلي أمبير وتدعم الشحن السريع بقدرة الـ 40 واط هذا الشيء ممتاز يعني هو شنو تريد أنت بالجهاز الفلاكشب أكيد أن الأساسيات اللي تحتاجين بالجهاز القوي الكاميرات ما تحدثت عنها التسريبات بشكل مفصل لكن قالت أنه الكاميرات الخلفية راح تجيين بعدسة أساسية هي 64 ميجي بيكسل لو شما ما تكون راح أكون أكيد كاميرات حلوة 64 ميجي بيكسل إذا تتقنها مع السوفت وير أكيد راح تقدم لك أداء متميز بالفيديو والصور طبعا هذا الجهاز راح ينطرح بعدة أسعار حسب الذاكرة العشوائية والذاكرة التخزين سعر خمس مية وسبعة وستين دولار لنسخة الـ 122 مع الـ 8 جيجا وكذلك ستمية وتسع دولارات بالنسبة للـ 256 مع الـ 8 جيجا وكذلك الـ 12 مع الـ 256 راح يكون بـ 666 دولار مع ما انه اكو من شاومي و رلمي اسعار اقل من هذا بكثير لكن بالنتيجة شركة ميزوان جربت بعض الاجهزة لها الواجهة السريعة لها الشركة عندنا وكالة موجودة بالعراق يعني انت تقدر تجيب لك الجديد اول باول اذا ارادت تجيب مع ما انه الكثير من الاجهزة اعلنوا عنها بشكل رسمي وما وصلتنا للعراق فبناها دي الفيديو انا اتمنى هذا الجهاز بعد ما اعلن عنه بشكل رسمي يجينا العراق الوكالة انه تتحرك مظل خامله في الفيديو اتمنى اعجبكم الفيديو لا تنسوا العجاب والاشتراك بالقناة وياكم مرتضة جريحاوي وفي امان الله